الحكومة السودانية وصل إلى قصر المؤتمرات بجينيف لكنه لم يتلقى أي أجندة أو برنامج لهذه المشاورات هذا وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة وبتكليف من مجلس الأمن وفقاً للقرار 27-24 قد طلب الإسبوع الفائت من قائدي الجيش والدعم السريع إرسال وفدين إلى سويسرا لبدء محادثات غير مباشرة حول حماية المدنيين وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من جانبه أكد وصول طرفي الصراع في السودان إلى جينيف لكنه أشار إلى أن أحد الوفدين لم يحضر الجلسة الأولى دون أن يسمعها وتأتي هذه التطورات فيما قررت القوى السياسية السودانية المشاركة في مؤتمر أديس أبابا وبعد مداولات ساخنة على مدار يومين حضر مشاركة حزب المؤتمر الوطني المنحل في العملية السياسية المستقبلية بعد وقف الحرب هذا وبدأت الأربعاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي محادثات بين القوى السياسية السودانية وغاب عن المشاركة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم التي احتجت على ما قالت إنه حضور لحلفاء الرئيس السابق عمار البشير